بسم الله الرحمن الرحيم نتلون اليوم المحاضرة المتعلقة بالوحدة الثالثة عن جوانب التكويم وده نتناول فيها ثلاث موضوعات الموضوع الأول يتعلق يعني جوانب التكويم الجزء الثاني عن تكويم المتعلم اللي هو الطالب ثم الجزء الثالث عن خصائص شخصية المعلم تعالوا نشوف الجزء الأول مع بعض اللي هو جوانب التكويم ما فيه شك إن جوانب التكويم متعدد أصبح التكويم مهم جدا في الحكم على مدى تحقق الأهداف أنا أدرس للطلاب أسعى لتحقيق أهداف معينة وبالتالي لابد أن يكون هناك طريقة للحكم على تحقق الأهداف التي نطلق عليها التكويم طبعا التسعى مجال التكويم والقياس في المدارس الجديدة وبدأ الاهتمام به في المؤسسات التعلمية أول جانب من جانب التكويم هو التكويم المتعلم اللي هو الطالب نفسه المعالم لابد أن ينحكم هل ما سعيته إليه من أهداف أو ما سعت إليه الإدارة أو المؤسسة أو الوزارة أو كذا أو كذا أي مؤسسة أو أي جهة ما سعت إليه من أهداف هل تم تحقيقه هل تم تحقيق الأهداف المتعلقة بالعقلية بجوانب الشخصية بالجوانب الاجتماعية بالانفعالية ولذلك لابد أن نتطرق إلى الجوانب التي يشملها تكويم المتعلم عندنا جوانب متعددة يشملها تكويم المتعلم أول جانب من هذه الأشياء اللي بدنا ندركه أن هناك فروق في نوع الصفر العملية التربوية ما عادش هدف أن نحشعوا كل الطلاب وعقول التلاميذ من المعارف والمعلمات إنما بدأ الاهتمام على تنمية المهارات بدأ الاهتمام بالقدرات زي الفهم والإدراك والتطبيق وهكذا الجوانب التي يمكن أشملها تقويم أيضا أصبح هذا في التحصيل لدى الطلاب تحفزهم على الاستذكار تحفزهم على اكتساب مهارات جديدة خبارات تعليمية من الوسائل يستخدم في تقويم تحصيل الطلاب الاختبارات زي الاختبارات التحصلية الاختبارات المكننة الاختبارات التحريرية الاختبارات الشفهية دي إحدى الطرق لقياس مدى اكتساب الطلاب للجانب التحصيلي الجانب الثاني اللي هو جانب تقويم النمو الجسم المتعلم أشوف العقل السليم في الجسم السليم لابد أن أتأكد أن هذا الطالب لديه جسم ووزنه مضبوط مقارنة بزملائه وهكذا ايضا من ضمن الجوانب اللي هو جوانب النمو العقلي اللي احنا تحدثنا عنها ان يكون نوع من الذكاء مستوى ذكاء ومقارنة بزملائه متميز عشان اقيس جانب النمو العقلي عندنا مقيس الذكاء المختلفة اللي هي تعتمد على الذكاء جوانب النمو الوجداني ازاي اقيس النمو الوجداني هيعرف الطالب هل وجدانيا تنتزن فعالي لها مقيس ايضا للشخصية وبكذا انتهينا من محارتنا واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته